مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على فيديو للرئيس الأمريكي ترامب حضر حفل كنيسة طلع دولارات يتبرع بها وبيعدها تقريبا كل المبلغ كله 100 دولار كما سنرى الوقعة طبعا مشينة لترامب ولكن يعني 90% من سياسين العالم 90% من الذين يحقون الشعوب الزعماء هم من التافهين والسفهاء أمثال ترامب هذا تعالوا نشاهدوا لأن هذا المشهد له دلالات مهمة جدا أولا هنا في سئل أن عربي ترامب يعد الدولارات قبل التبرع بها في كنيسة شاهد ما فعله هنا قد الرئيس الأمريكي ترامب هو جاي يحضر القداس قد القصة الإنجلي يبتاعه وهذه الست دي رأخ رأفة معاه ويرقوله خطبة ولا عزة ولا بتاع حاجة من بتاعتهم يعني وهذه ترامب طبعا رأح إيه رادي عاوز يعمل نفسه رجل مؤمن وراح بقى يحضر وعمل فهل الطقي والورع وفي الكلمة هوت ويقول لهم المسيح والايه والكلام ده حتى ترامب يقول سألوني هل هناك شخص أشهر من ترامب طبعا بالطبع هناك المسيح طبعا والله العظيم لو سيدنا عيش كان عيش كان قتلوا ترامب يعني طيب الكلام ده حصل فيه خلال حضور رئيس الأمريكي ترامب القداس في كنيسة لازفي جاس الدولية حيث أن معظم المصلين لم يكونوا يرتضون أقنعة ولم يلتزموا بالتبادل الاجتماعي تعالوا شاهد الفيديو هنا الفيديو يا جماعة هذا الرئيس الأمريكي ترامب هيضع يده في جايبه كي يخرج مبلغ التبرع هذا يطلع الفلوس وبعدين بقى بيعمل كده إيه إن الراجل بقى خلاص بيسمع بقى هو متخيل بغبائه إنه إيه لن ينتبه أحد لما يفعله وبعدين هيخطف مدار الفلوس أوي ركزوا بقى في الحركة اللي أعملها دي سيقوم الآن بنزع يعني حتى هو طلع الفلوس الدولارات هيقوم بقسمتها قسمتين يعني هو لم تجد نفسه أن يتبرع بهذا المبلغ البسيط والتافي شوف أهو هيبدأ يطلع الدولارات من الدولارات الثانية هدي أسهم أهي أسهمها قسمتين بصوا أدي فيه قسم في يده اليمنى وقسم في يده ليه الدولارات فقت كم؟ عشرين دولار أدي ورقة بعشرين دولار وحتى الأوراق اللي في الأسفل بعشرين دولار لما يعدي عدي فيهم هاو هيعد أدي واحد اتنين تلاتة يعني بلوهم كده يجيبوا مثلا خمس ستة ورقات هاو هطوم كده بيده التاني هيضع باقي الأموال في الباقي طب يا مفتر يا مفتر تبرع بالمبلغ كل بص هاو رجع المبلغ وعمل نفسه ايه ومتخيل ان ما حدش خاده طبعا لا يريد ان احد يراه طبعا ولا حد يتعجب كيف ان رئيس امريكا هو اصلا مقدم برنامج تلفزيوني ولا يعلم ان اكيد في كاميرا مسلطة عليه طوال الوقت الترصد بص شو با هيعمل ايه هيبدأ يده الدولارات تاني تاني مرة ايه يقوم بعد الدولارات عدي يا ترامب احنا معك ادي هاي عشرين دولار يا جماعة الورق كله فيها عشرين دولار او عدة ترامب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يعني مية اربعين دولار امريكي المفتر مية اربعين دولار امريكي اه وبعدين ايه بقى هيروح ايه بيعدون مرة مرة ثالثة يخربت سنينك يا اخي تاني ايه يا عمي فيه ايه اهو يا ساتر يا ربي مش هدي سيب الفلوس ابدا تحس انه بيطع حتة من لحمه ده الله لو بيطع حتة من لحمه اهو وبعدين هنا بقى البنت او السيدة المرة اللي بتاجلس بجوار دي هتقوم باستدعاء شخص المهم الشخص هيجي يجلس اللي همينه ايه اه جي واحد قاعد جنب قاعد جلسة بجوار ترامب وبعد ما ترامب هيظهر مين اللي بيجمع التبرعه هيعمل ايه بقى ترامب اهو بص بقى هيظهر اهو شفت اهو ظهر بتاع الكريسة ام حطاله وترامب بصوله ازاي مبسوك كده ادتك فلوس او شفتوا المهزلة ترامب صاحب الابراج الملياردير يعني بيعد 140 دولار هو اسم الفلوس وعدهم ثلاث مرات يا اخي سبحان الله والله انه يعبد المال يعني هذا الرجل تقريبا كان 75 سنة وعنده كل هذه الممتلئ يعني ماذا بقي في حياته اصلا اعيش عشر سنوات ده ويموت عشرين سنة ويموت وكل هذه الاموال عنده فيه يا اخي لما اتطلع الف دولار يا مفتري طبعا هذا يكشف لك شخصية ترامب وده مش ليس ترامب واحده انه باقي الحكام تعالوا هنا في موقع البي بي سي عربي ترامب لديه حساب ترامب لديه حساب مصرفي في الصين كما نعلم ترامب بقول كيف تذهبون الى الصين الشيوعية الكافرة وتفتح حسابات فيه اتضح ان صحيفة نيويورك تايم زائد الرئيس الامريكي ترامب لديه حساب مصرفي في الصين وانه ظل طيل السنوات يسعى لإقامة مشروعات في البلد الاسيوي قبل ان يكون رئيسا عدى على الصين وفتح حسابي يعد ان يعمل مشروعات واضح ان الحكومة الصينية غبية لم تهتم به ولم تعطيه شيئا والحساب تفتح ولم يستخدمه في شيئا فهو اصبح الان رئيسا لامريكا ويتعذر الان انه يفتح حساب مصرفي ويخلص نفسه المخابرات الروسية كنت اذك فتحت له حساب وعطته فلوس وزبطته خالص ادي ايه ادي ترامب فتح الحساب لاستكشاف صفقات في النقية محتملة في اسيا وفقا لمتحدد باسم ايه ترامب ايضا ترامب رفض يدفع الضرائب صحيفة نيوركي تايمز ترامب لم يدفع ضرائب على الدخل خلال خمس خلال عشر سنوات منذ خمسة عشر عاما وبعدين اتضح ان ترامب لم يدفع سوى 750 دولار من الضرائب على الدخل عامين 2016 و2017 يعني فقط في عامين عام 2016 و2017 دفع سوى 50 دولار للعامين ايه اسم مبلغ 57 دولار هيبقى 375 دولار لعام 2016 و375 دولار لعام في حين ان ترامب بتحصل من برنامج واحد بتحصل ترامب على 474 مليون دولار خلال برنامج اسمه تليفزيون الواقع يورا فيراد المهم وما دفعش ترامب اي ضرائب فكيف وصل هذا الشخص رئيسا لامريكا يعني هذا الرجل لم يعني حتى ان هو يتبرع بمبلغ تافل الكنيسة كيف يحمي امريكا مفروض انت الرئيس القوم تجيده بنفسك دفاعا عن امريكا ودفاعا عن الشعب الامريك تكون في اولهم يعني انما 140 دولار للمفتر هذا ما يفعله 90% من السياسين حول العالم انه الماسونية بتبدأ ترى مدى حبهم للمال انه ممكن يغير بوصلته حسب المال انه هو يعبد المال فتجد مثلا تجد شخص مذيع في قناة العربية انتقل الى قناة مثلا الشرق مع ايمان نور شخص مع قناة ايمان نور مثلا في قناة الشرق السيسي مجرم وحرام هو نفسه ينتقل لقناة العربية السيسي رائع وممتاز وهذا المذيعين المشايخ اساتذة الجامعات ما بنقولش هذه الفئات لا هم اللي بيختاروا يعني ترامب فعل من قبل مثل هذه الامور قال له تبرع يا ترامب للكنيسة قبل ان يكون مشروع فرفض وجدوه بخيلا لما وجدوه بخيلا قالوا تعالوا نعمل بقى برنامج لترامب وبرنامج في التلفزيون وكذا يعني هم قبل ان يقرروا انه يسمح له بالدور على التلفزيون او يكون مشهورا الى مآخر ما هنالك يستشفون شخصياته من امور كهذه هل هو سخي هل بيحب الفلوس هل هو كذا فضراج المعاقل كل هذه الاموال انا والله معرف هتفر ايه معاله وضبرع مليون دولار مثلا والله مئة مليون دولار امواله لن تنقص ممكن ياخدها محمد بن سلمان وهذا طبعا بيسهل للمسونية التحكم في الحك ترامب او غيره وبيسهل للمخابرات الاجنبية انه ممكن تدفع تراشوة لترامب فمسلا مقابرات الروسية ترد اصراع المية من امريكا ترامب يعطيها لها وهكذا طبعا هناك من ينافسون ترامب ما يقولك طب ومفروب بقى ترامب بيحكم لا هو الصراعه من طبيعة البشر انه فيه معسكر هذا وفيه شركات متنائحرة وكذا كما اننا يعني مثلا احنا كلنا بنشتغل في شركة واحد ولكن اللي في الشركة دول بتنمي توقف جارة مع ابو جهل ابو جهل دول كفار العرب كما نعلم ونشوف بقى نقارن اخلاق ابو جهل بترامب كما نعلم انه رسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن في داره او في بيته فيه ابو جهل بيذهب ايه الكفار يتلصصون يريدون ان يسمعوا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ابو جهل يذهب ويتلصص ويستمع وفي واحد تاني هنعرض له الان وبيتلصص فكل ليلة يتقبله ويتواعده على يفعله مثل ذلك حتى في يوم الراجل سأل ابو جهل قال له ابو جهل ما الذي يعجبك في كلام محمد ايه مشكلتك مع محمد قال له والله الكلام ده هو صادق وكل حاجة ولكن فيه مشكل ايه هي هنا ابو جهل يا جماعة جماعته الطريق برجلين من قريش ابو سفيان والاخنس ابن شريق وراح الاخنس يسأل ابو جهل عن رأيي فيما سمعت فقال ابو جهل تنازعنا نحن يعني العائلة بتاعته يعني وبنوا عبد مناف اللي هي عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم تنازعنا في الشرف المكان اطعموا فاطعمنا يعني عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كريمة بتطعم الحجاج والضيوف فعائلة ابو جهل وابو جهل نفسه كريم كانوا بيطعم الضيوف ويأكلوهم وكذا ويتنافسون على الاطعام يعني يتنافسون من يدفع اكثر من يكرم الضيفة اكثر مش بيعد الدرارات في اللاروية ودول في الصحراء الجزيرة العربية يقول لك الإسلام ده جنة من عندي ناس بدوية متخلفة هذي قد اخلاقهم طيب يقول لك اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا حسب مفهم المقصود في الديات يدفعون الديات القاتل لا يكون قادر على ندفع الديات فيساعدونه في ذلك حسب فهل صححوا ليه لو اخطأت في التفسير في التعليقات واعطوا فاعطينا يعني بيعطوا المال للفقراء حتى اذا تجافينا على الرقب يعني اصبحنا متساوين وكنا كفرسي رهان يعني خلاص كذا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه يعني هم يقولون احنا خلاص في محمد بن عبد الله هذا رسول من الله سبحانه وتعالى فاحنا تقريبا ابو جهل من بني عدي او هو قريب لسيدنا عمر بن الخطاب فالمهم ابو جهل بقى يقول لك طب احنا بقى نجيب نبي من هنا هجينا نبي من ام السماء مش هينفع فقال ايه والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه فهو لم يؤمن استكبارا لم يؤمن استكبارا ولذلك هتلاقي فيه ناس انا يعني شهدت هذه الامور ان فيه واحد يكون كويس وكذا اقول لك لا هو ده يعني انا شهدت هذه الايه الامور وما فيش دع احكي عن القصص الان نخليها في وقت اخر لكن هذا يريك القرم عند هؤلاء العرب الكفار في جاهليتهم وندينا في القرآن الكريم ضيوف سيدنا ابراهيم لما اتوا ماذا ذبح لهم ايه عجل ايه حنيز والقصص كثيرة في مسألة قرم العرب وقرم المسلمين وهذا للأسف يعني هذه ترامب يعني يقولوا لي ما المدرسة التي اخرجت ترامب بهذا المنظر ما الجامعة التي اخرجت ترامب يعني ترامب لم ينزل كده من ال يعني ابو جاهل هذا من اسوأ الاخلاق العرب اخلاقا وانظروا كيف كان يعني من المؤسف ان البشراء الان بتعيش اخلاق اسوأ من اخلاق ابو جاهل ابو لهب للأسف الشديد وهذه عظمة الاسلام الاسلام رحمة الاسلام يعلم الناس الكرم وهو العرب جابوا الكرم ده من لانه مسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ما كان فيه انبياء وإلى اللقاء ارجو شكرا بالضغط على الزر رابط صفحاتي على الفيس بوك وتوطر اسفل الفيديو هنا كتاب عرب الصحراء لضابط المخبرات البريطاني ديكسون ستسمعون فيه روايات كثيرة حققية عاشها بنفسه عن قصص مثل ابو جهل وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته